تهديد متنام تشكله الميليشيات المسلحة في العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 وحتى الآن بحسب تقرير لموقع جيس سيكوريت الأمريكي الذي أكد أن تهديد الميليشيات يصفح لكل يوم بسبب دعم إيران لأدواتها في العراق من كتل وأحزاب وميليشيات سعيا منها للسيطرة على الحكومات المتعاقبة التقرير بيّن أن الميليشيات تمكنت بقوة المال وسلاح من بناء سلطة تضم سلطة القضائية والجانبين المدني والعسكري من السلطة التنفيذية فأحكمت بذلك قبضتها على مقاليد الأمور في الدولة مؤكدا أن التاريخ العراقي بعد عام 2003 خضع لهيمنة إيران لضمان تحول العراق إلى دولة هشة ضعيفة تسيطر عليها لتمرير مشروعها في البلاد والمنطقة الموقع الأمريكي أضاف أن الميليشيات في العراق والتي حصلت على دعم الحرس الثوري الإيراني جميعها مصنفة منظمات إرهابية أجنبية أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات إلا أن هذه الميليشيات تشارك علانية في السياسة من خلال الإطار التنسيقي بعد اكتسابها مكانة بين عامي 2011 و2014 في عهد حكومة المالكة التي سمحت لها بحمل السلاح وتلقي الدعم والطمويل من الحكومة كفرع جديد من قواتها تحت اسم وتشكيل ميليشيا الحجد الموقع الأمريكي رأى أن قتل سليماني والمهندس في كانون الثاني 2020 بوسطة ضربة بطائرة المسيرة في مطار بغداد مثل ضربة قاصمة لإيران وميليشياتها في العراق يضاف لذلك اندلاع ثورة تشرين التي طالبت بإسقاط نظام الحكم الأمر الذي ساهم بفضح الميليشيات وأدى إلى فشلها في انتخابات تشرين الأول 2021 ما دفع لطار التنسيقي إلى رفض نتائج الانتخابات عبر القضاء تارة وتارة أخرى عبر تهديد الخصوم يتمكن بعدها من تشكيل أغلبية وتكليف السودان رئيسا لحكومة وصفتها الميليشيات الولائية بحكومة المقاومة في السمرار لمسلسل سيطرة الأحزاب والميليشيات على الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 وثلاثة بقوة المال والسلاح واستخدام القانون لقمع المنتقدين والمنافسين وهو ما يمثل استراتيجية أساسية للميليشيات لعبت دورا حاسما في الاستيلاء على الدولة